على مسؤوليتك تحية كبيرة لكم أبو عبيدة قال الجيش جيش العدو عالق في غزة في رمال غزة قال هو عالق اليوم في رمال غزة الجملة هذية قلناها مئات المرات وحكينا حتى على عسكرين ما معنى أنه يعلق الجيش في أرض رخوة اللي هي رمال غزة هي تنفسروها الجملة هذي وضعية العصابة السهولية مسلحة لم نشهدها في العالم يعني إلا في حالات قليلة جدا تذكروني بجيوش هتلر أمام ستالينجراد يعني ما كانتش رمال كانت ثلوج وعالقوا في الثلوج إلى حد الموت وكان السمود الروس رغم أنه ماتوا منهم قرابة العشرين مليون من روسيا لكن في الآخر السمود جعل هتلر ينهزموا في الحرب العالمية الثانية السمود فقط راهوا عالقوا أو مأحطوا بحبوا يمشوا الموسكو ووصلوا إلى المدينة الكبرى الثانية كبرى في روسيا وعالقوا ونحن كعسكريين ندرس لماذا لأنه هو ثم خلل الجيش لابد أن يكون في حالتين مثل ماشي يتكون تناور تتحرك معناها ولا ترمي هذا ويقف وتنتظر فأنت ستصبح هدف وهذا ما حدث بالضبط اليوم لا عاد يعرفوا يرجعوا الفرق ولا يجدوا الفرق يالترا نبنيوا قواعد في غزة ولا ما نبنيوش يالترا كيف سنفعل اليوم جاءوا عملوا عملوا ساتر بالطراب يظنوا أنه شوف معناها يعني يظنوا أنه الطراب ساتر من رمل بش يوقي قواتهم لكن جاءهم الرمي بالهاون إذن هي وضعية هزيمة تكتيكية نكراء لا أكثر ولا أقل أنا نتكلم هنا مش رمي ورود ولا صحيح أنا مع المقاوم وما نحو المقاوم وما نجمو حايدين مع المقاوم نفكر نحيط الجبة ونفس الجبة الخبير العسكري يسمعوا فيها آلاف الخبراء نتحدى واحد فيهم يقول العكس لأن هذه وضعية تدل على هزيمة تكتيكية نكراء لأن الجيش لا يمكن أن يكون كما هكذا مستحيل نشوفوا اليوم الجيش الروسي ما يحرب كل يوم يقدم كل يوم يربح معناها بعض الكيلومترات في الدنباس والقوات الأوكرانية عليش لأنه يعرف التوقف هو الموت يعني لابد أن تناور هي بالضبط لوش الكلمة هي المناورة يجب أن تناور والجيش الذي يتوقف فهو جيش مهزوم لا أكثر ولا أقل هل في هذا رسالة عسكرية من الناطق الرسمي باسم كتائب القسام حتى لمقاومات الطوق عندما يتحدث الناطق الرسمي ويقول بأن جيش العدو غالق عالق في رمال غزة من غير توضيح شوف أي هو راه وصفها كعسكري ظهر أنه يتكلم عن علم العسكري وهو زد كيفكي في الضربة داخلها في الحرب النفسية لأنه يعرف كل ينتظر الكل ينتظر أبو عبيدة وإن أكد لك يراه يعديه ليلة يحلوا في صحفيهم وخبراهم يحلوا في كل كلمة وكانت مقصودة وهي أنا أضعها في خانة الحرب النفسية لأنه كل مرة وين يتكلم إلا وتصير لهم مصايب ويعني اليوم وقت يقول لكلام هذة شنو موقف السيد اللي يكذب ويقول لهم إحنا على عمل بيدو قال إحنا على الانتصار يخي قالوا راي هك مش هك يعني بالمعنى الآخر رك بعيد سنوات ضوئية على الانتصار هذا هو بالضبط هي كانت إيجابة مباشرة للي قال راي رفحوا وانت هالموضوع ومش ننتصروا بينما كذبها هورا وكل الخبراء في العالم نتكلم نشوف في جنرالات العالم الكل اللي هما موجودية عن القنوات الغربية الكل يكذبوا فيه والكل قالوا لهم زوز أشياء قالوا لهم ساعة تاكتيكين مش نراه في الانتصار ثانيا راهي فكرة واحنا جربنا قبل جربنا مع الفيتنام لانشين حرب الفيتنام شنية هي قضاء على فكرة شعورية وقت معناها مليون شهيد ومليون معناها سنوات وقاتل المقتول وفي الأخر انتصرت الفكرة واضح انتصرت الفكرة انتصرت الفكرة في نفس التوقيت الجيش جيش العدو وسامحوني نتفعل مع الكتيبة شفت بينجو يقول حطونا العالمات متاع البلدان اللي يتابعوا فيهم بخلاف اسم العالم يلا نجربوا مليون كل حد يحطنا العالم متاع البلاد اللي هو يتبع فينا منها واسم البلاد وشكرا لكم وقعدين نقربوا من خمس آلاف في المباشر وتقريبا ألفين قعدين يصوتوا لك سيد العميد مقتنعين ولا مهمش مقتنعين جيش العدو يحشد ألوية للقتال بغزة ويتأهب لاجتياح رفح الجيش جيش العدو يعلن سحب لواءين من الحدود الشمالية استعدادا لتنفيذ مهام في غزة في وقت تحدث فيه وسائل أعلام عبرية عن اجتياح وشيك لمدينة رفح سيد العميد تحدث في البيان جيش العدو أنه حشد لواءين من قوات الاحتياط لمواصلة ما سماها مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة تسعة وتسعين وأشار أنه لواء الثاني التابع للفرقة مية وستة واربعين ولواء ستمية وتسعة وسبين التابع للفرقة ميتين وعشر الذين عملوا حتى الآن على الحدود الشمالية أجرية الاستعدادات على مدار الأسبوع الأخيرة لمهمتهم في قطاع غزة الحقيقة ما عادش فهمين حتى شيء لا 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 أنا لا 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 هو الحقيقة غير العسكر لم يفهمهاش صعبة هو مشاهل أمريكا وقلم لو ننسحب الآن قال كلم يقولت هنا قل قارة ليسا أمري على هزيمة وأقنع الأمريكان أنه لو لو تقف الحرب الآن ستكون هزيمة مدوية لإسرائيل وما وراءها أكد الرؤوس اللي مش للطاير وكتفكك اللي حكينا عليه كل شيء أقنع الأمريكان قالهم لابد لنا أن نقوم بعملية في رفح باه العملية في رفح ستكون محدودة جدا علاش لأنه قبل القدش كان في غزة كانوا أربعة فرق يعني ثم بين أثناش سستاش الليواء وما نشحوش فيه بين ثلاثة وأربعة أنواع الفرق كل فرقة فيها ثلاثة أو أربعة ألوية وكل لواء فيه ثلاثة وأربعة أفواج معناها كتاب يعني مش تعرفوا الأعداد المهول اللي كان موجود أربعة فرق كانت بطمطمينها مع احتياطها مع الطيران ولم تحقق النتاج عسكرية فما بالك بزوز ألوية آش بش يعملوا زوز ألوية في رفح ولا شيء يعني الضربة مش تكون محدودة هما أنا مع الأسف وما قررها وقررها مع الأمريكان وربما ما اقتر حتى أمريكا أنا تساهم في القيادة لأنه الإخفاقات المتتالية للجيش الإسرائيلي تدل على أنه حتى هاليفي أصبح مهدد بالإيقالة رئيس الأركان أصبح أنا عاود بالله يرى وثم كل مرة كل مرة نقول الكلام ويتحقق رأه رئيس الأركان الإسرائيلي مهدد بالإيقالة هو أعوان لأنه ما نشو حادنا في العالم الخبراء كل الجنراليات في العالم ينظروا يقولوا كيف يمكن الأبقاء على جنرال مهزو ستة أشهر يعني يحارب أضعف مكون عسكري عربي ولم يستطع تحقيق هدافه أخذ النظر أستراتيجي يقول لك ملا لو تتجمع محور المقاومة مئات الألاف ولو تتحرك معناها مصر وهذا مرهوم في عشية كما قلتنا مرهوم في حد شيء فهمت في حد شيء ماذا سأخوات العسكري حقيقي يقرأ كل الاحتمالات يسمون بزيبوتاز مش يستنى في الأحداث الجيش الذي يحترم نفسه لا ينتظر الأحداث هو يحضر لكل الاحتمالات كل بلان اليوم ما داموا ستة أشهر لا نقري منصف سبعة لم يحقق خداف العسكرية معنا هذا ضد ما يعتبرونهم أضعف مكون عسكري فما بالك لما تكون إيران لما تكون حزب الله لما تكون الجيش اليمني 150 ألف يعني لما تكون مقاومة الحجد الشعبي يعني نتكلم احتمالات علش مخيفة لحكاية مخيفة لأنه يقول لك هذا رئيس أركان عاجز وليس له القدرات ترجمة نانسي قنقر